اهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة اخرى مشاهدينا الكرام دائما في اطار تتبعنا لقضية علي وويصال ومحمد وزوجته رادية اكيد ان عارفين القصة عارفين بان علي وويصال مجهته مخاطرة العمو عمو ياك ولا ودخو هاداك محمد ودخو مجهته مخاطرة ودخو وقال بان اوقف عليه وقريساه ادالي التليفون لكن النهار الذي كان محمد كان هو ونسيب دياله نسيب دياله اليوم حضر معنا له وبيلال فعليه ويصال وجهته مع محمد وبيلال بانه مقفو عليه وقريساه او نقصة كيفاش دابع لا حسب احنا ما علينا ما بينا فهم يعني توصله يعني براود استدعى ندار عيطه للوالدان عائلات Li قالوا لي وصلاتك استدعى بالكله عند الناس تتاهموك ونت ونسيب دياله الي هو محمد يتاهمونا وتعرضنا لهم ويدينا لهم التليفون انه حسنا اكيباش وفي السلاح الابياض وتعدنا لهم وذلكート شهادت ايه والذي قال علي ويصال بأنهم شلوا تليفون وانت ومحمد وقفتوا عليه فأين كنتون تومة؟ أول شيء أنا لم يكن سيكون شيء في البلد هذه أول نقطة والنقطة الثانية كانت لغيم مناسبة لم يكن توحش العائلة ونحن لا نزد المشاكل وقبل أن نوصل هذه النقطة إلى أجلنا ونعرفوا مشاهدين على السبب هذا الاعتداء الذي تعرضت له بيلال أولا ذلك النهار قلت بأنك أصلاً لم تكن تتمة لأنك تسكن بعيداً على اليوم لا نكون شيء دائماً لا نعمل ذلك النهار لا نعمل ذلك النهار لا نعمل ذلك النهار وهذا شيء غير كذب وفتيراء وخوطات وصافي جهنمية لدخلنا للحبس واخر لأنك لم تكن تتمة وهم مثلاً قالوا بأننا بيلال كان ومحمد لماذا اختاروا بيلال؟ بالضبط ولا اختاروا شيء شخص آخر حيث قدر يكون أنا كنت طلعت طلعت زورت العائلة ديالي قبل شهر قبل شكاية وطلعت بشي شهر قبل طلعت على حسب باش نجمع الورق ديالي تزاوج وذلك شيء وعلى ما حسب صورت مع أختتي والواليد ديالي وذلك شيء نزلنا الفيديو جوش في الشهر أختك هي راديو؟ ايه وأختتي هي راديو وهم دياليك جوش في الشهر عملوا بيها شكاية يعني الفيديو نزل نهار جوش في الشهر ومعملوا بشي كاية لحسب أنك كنت طلعت قبل بشي شهر تقريبا تلك الفيديو تصورت شيء قديم ايه وأختتي تلجوش ايه وأختتي وممشوا على حسب السيستيما واخنة شنو كنت ردت الفعل ديالك بل كمليشة التهمات توجهت لمحمد محمد نسيبك وفي نفس الوقت هذك اللي وجلت التهمة هو عمه صراحة يدور الخطر صراحة يدور الخطر وابقا فينا بحكم أنه يجوز معه يخدموا في القناة وطلعوا القناة مع بعضهم ودمروا واشقاوا عليها من بعد جتي قد قلوا لو كان يعطيه قدو قدم وخليش يعمل القناة ديالك كيف شلو كان يعطيه قدو قدم كيف زمه؟ زم ما يقل نعطيه قدو قدم زم ما يخلصوا على أساس يبقى معهم حيش أعرف ديك المبلغ الداني اللي كان يعطيهم يعني قال ما يقرأتهم كان يعطيهم ندعو بالعشرات ولم يمشيوش يقوم معهم هل أنت عندك معلومة ما يعطيهم في شهر؟ عارف ما يعطيهم؟ حتى كل شيء عارف يقولوا 2000 درهم كان يعطيهم 2000 درهم؟ 2000 درهم المحمد والصاء؟ 2000 درهم تارافين أجوجهم يعطيهم 2000 درهم في شهر وزيد ما تخلق نقول لك اللي باقي واحد المبلغ الكريم كبير ما توصلوا شي به ما يعطيهم يعني من اللي مشا وعمل بيوم الشيكاة ودكشيرة ما توصلوا شي بالفلوس ديالهم كاملين باقي انكتالوا فلوس الخدمة ديالهم باقي عنده هو انت قال لسه جاجك سيد عاقل وكنود على اسلام تكرى ركينا الشكاية ايوه تعيطوا للعائلة قالوا لحقا فلان تاهمك تاهمك تهجمتوا لهم بالاسلحة البيضاء وديتوا لهم كل شيء كامل غير كذب كذب في كذب يعني خطط ماشيين نقولوا مثلا ماشيين موحد طرف بالزفد الطرفين بالزفد الطرفين بالزفد الطرفين طبعا الهدف من هذا الشي كامل كيف هو الهدف مقدر نقول لك زعم من هذا المتغاء ما كرهش يكون يدروا أدسان صغير بوحده هو يكون مسيطر على متناء الأجبال مثلا كيف كان قوله حنا هو اللي يكون مثلا عنده قناة بوحدته هو اللي معرفتك تسمى في الشامل اللي في جباله يعني محتوى دياله ميكونش عن شيء بحكم أن هذا المحتوى هذا طلع ملائلة هم اللي يطلعوها اللي هو الزوج دختي واختي هم اللي يطلعوها هذي أي واحد كي عارفة يعني هما كانوا عندهم شيء قناة فتحوا على الحسابين مقالب هذيك ومن بعد الأخ دياله اللي هو اللي يزيد شبرها بطنطنة نجيب القل المصير و أخذه من خالص اليمكن اجماع إلى اساس على القناة هي المشكلة؟ يعني من خرج محمد ورديهم القناة هنا بدأوا المشاكل؟ ايه طبعا المشاكل بدأوا من خرجوا ورديهم محمد وفتحوا القناة وخخوا بيل الملكي كلا بش نوقع لك تماما؟ انتناقا عرفت هاجموا علينا ودكشين ماذا كنت تجمع؟ هادك الطرفة عود لنا قرر بنا اكثر لهذا الموضوع باش نعرفوا شنو وقع في الكواليس ونقدروا نقول لك في حالي كانوا حديدين ونحن نتحرك مع الفرحات المنتخب وكذا 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 استغلوا الفرصة بصبع ما بقنا عارفين الدخل لا يمشي صعفي تهاجموا علينا ويضربونا ويشي في نددين بلاصة؟ في ايضا في تيطوان في مارتيل وكيف عارفوك انتركين في مارتيل وخارج تحتافل مع المنتخب؟ بحكم الناجم كان عاماللايف هم درسوا الخطة يعني ماجم كان عمل لايف وفرحات المتاخب وذلك الشي وما درسوا ذلك الخطة يعني أنا بحكم كنت كنت ماشيين شابر التاكسي باشني في حالي اتصادفنا معه ماجم قفلة بهم ماذا كون هم هذا؟ العائلة ديالهم متعرفش هم العائلة ديالهم؟ كان عارفهم اوه يعني ماشي العائلة او اشخاص هو مثلا قال لهم سيروا لعند بيلال لا هم ومعهم الناس عاود العائلة ايوه انا اصلا كان عارفهم شخصية كان عارفهم شخصية اه وجاءوا عندكم بدوك يضربوا فيك وكان مقدمات وجاءوا ودراري معهم فهمتكي ذلك؟ وجاءوا هم ووجاءوا ودراري معهم باش يتفكروا عليهم كنا نولعي لدي حبيبي كنا بجوج بيه كنا ماشي نفحن كنا ماشي نفحن في تاكسي باش نمشي بحن ساعة تصادفنا ساعة تصادفنا بأنهما ماجين لنا كيف تشعلين ان وما أخبرت يهتم بعد ساعة كان انا ماشي كان مسماع واحد أخبرته وكانت الله بدورتنا حاجة كنتتجي فالدقاء في الراس كيف تضربوا؟ انا كانت خالف ايوه فهمتكي عيوه اي واع انا لم تكن ليس بيه ودوروك هم كما تقول اي واع ودرتوا ومشيكايا اشياء طيبية؟ ضروري كي تنمشي القانون يعني الحاجة اللي كتشوفة هي القانون الحكم احنا عنا معهم محكام وديك شي داروا التجأنا القانون يعني القضية ده بغضوك تكبر ولو كيف يبانوا في مفاجآت طبعا حتش هدل الناس حال في يعني كيقول لك خصنا ندخلهم وبس بس زور بنطيحوا عليهم باطل مكيين شي مهم يدخل بدخل وخصو يدخلك صحة لان فريد مشان ان محمد نسيبك عنده معاوم مشكيل انه كانوا معاوم في القناة وخرج ولا عدو نجيب عنده قناة كي خرش هو كي هدار كي تتكلم كي عبر على رأيه بيلال انت ما شنون يدخلك مثلا مفاجآتش عشان غيبوا يدخلوا بيلال الحبس انت ما عندك معاومة شي مشكيل هذا السؤال هذا انا بيديك انطرحه لنفسي احنا شداخلنا في الموضع هم تكيبه يعني هذا الناس هدو ماذا نعملو لك عملو فيك غل خير خرجوا عند الناس و تعرفت عند الناس يدينا خطابة الخاوة ديالي تمت زاد تشهر بزاف بالشامل حتى شو كان عنده غيب كان عنده متابعين ديالي دان اقول لك شوية المتابع من بره ومناطق جبلية الحق من اللي خايد داهم اهل الخطابة ديالي ودك شي صاف اذا تعرف كان عنده قانا فيها ديال ما خافتني كان عنده 300000 الخطابة دخاي يرى 3800 يدخلك بالسجن بنفسي عمل انت هل ستقدخلوا بالستجنة ماذا لم نفسي ليس لدينا مشكلة صراحة اما عائلة والد حبيباتو ليس لدينا مشكلة يعني لا يجب التشهر وصف يتوقع الناس يعني متوكد ما عرفش علش وخل يوم تقابلت أمام السيد وكيل ماليك عود لنا شنوقع الداخل طبعا صافي تقابلنا دخلنا يؤكد لك يعني الأقوال ديالك ودك شو صافي كان مشي حول ما تقابلت شغل السام عليكم السام علينا طبعا قال لك ذلك النهار المهم ديك الأسئلة ايه طبعا أسئلة ديال محكم وصف ما منشوش روش على السرية البحش ما مندخلش التفاصيل لكن ابقيته خمسة دقائق وخرج الشغل صافي تقابلت شئ داغية وخرجنا في حنوات لا مهم صافي تقابلت خرجنا بيفة مهم عملنا الأقوال ديالنا والسلطة تعملت الشغل دياله وخرجنا في حنوات إجراءات وخائج طبعا السلطة عارفة الحق في نوع يعني واحد قادي مثلا ولا هدم اللي يقرأ واحد المحضار يسمعن الطرفين وكذا يعني غاب الإحساس غاب الوقفة ديالك معاه الوقفة الطرف الآخر يعني ذلك اللي مقدم في المحاضر ذلك كي يعرفوا الحقيقة يعني واخا نحن نقصنا لتجؤون الجلسة ذلك ولكنه يكون عارف يعني بحكم التجاري وذلك كي يكونوا عارفين طبعا واخا ما تعلمت شرية دازع لك؟ ندم يعمل شي نية ويرض البل لا يتقش لا يتقش ما يقعي الثقة ما خصى تكون دابق الثقة مدعم لتفشي واحد نبارك مريضة بشويه نضرب لك فلسك من يكون عندك بس نبارك مريضة بشويه بالصح، رأى مشكلة خاطر وخاطر جدا من يقول لي أن أحد يريد أن يدخل عمول السجن أو أحد يريد أن يدخل ولدخول السجن فإنتظروا الساعة أحد كلمة آخر لدى الجمهور ورزمون الذين يتبعون لك نشكر الناس كامل الذين يتبعون لنا ونقول لكم معنا تظهر الحقيقات التي كانت شكراً بزاف ونشكر قناة ألوانكم وخيم وراد شكراً بزاف شكراً يا بيليل ما يكون عندك بس إن شاء الله مشاهدين على الكرام ونتبع معكم القادية الأخر إلى هنا تنتهي حلقتنا ولكي سألت هذا الفيديو ونتلقى معكم قريباً إن شاء الله إلى ذاك الحين إلى اللقاء